أمير سيام تكلمت في نقطة مهمة جداً هناخد منها وهناخد من اللي يمكن كان فيه مؤتمر صاحبي الميستر المسلماني ومحمد الشناوي نتكلمه على نقطتين ونحاول نتناقش في النقطة دي أولاً نقطة اللي تكلمت عليها سيام سيمبا من أعتقاد هو الحصان الأسود اللي دور المجموعات خلال المباراة كلها مخسرش مباراة وبالتالي عنده حوافز لإستمرار هذا الريكورد الحلو الجزء الثاني موسيماني تكلم كمان على نقطة بعض جمهوري النادي الأهلي شايفها لأ مؤلقة شوية موسيماني قال مش بالأولوية أنك تكون أول المجموعة عشان تاخد البطولة حمد الشناوي كمان تكلم أنه المباراة بكرة ليه أهداف خاصة تكلمنا في الشمول اللي قلت لك عليه دوت رؤيتك لمباراة سيمبا أهداف النادي الأهلي بكرة مشوار النادي الأهلي في دور التمانية كمان هيكون عامل إزاي هنأخذ أول حاجة كابتن للنقطة الأولى اللي حالك تكلمته فيها اللي هي طبعا أن السيمبا تنزيني ده يعني أول مجموعة وحسان أسود وكده أنا عايز أقول له حالك عارف الكلام ده كابتن أن البطولات دايما البدايات مهمة جدا كان السيمبا كان اشتغل في الأول وكان موفق في الأول ببتضي حافظ وانتعاف حالك المكسب بيجيب مكسب وبعدين بيأخذوا ثقة كبيرة جدا والثقة الأكبر أن النهاردة أنا حسان أسود ومعايا فريق كبير زنادي الأهلي هم ما بيصدقش نفسه أنه هو النهاردة بطل أفريقية معايا في المجموعة وانا أنا بأطلع أول فبيأخذوا ثقة كبيرة جدا وبيلفوز بيجيب فوز فابتدي هم يلعبوا على الحتة دي في نفس الوقت مطشنا معاهم اللي هو الأولاني كان في بادلات لنا الفريق كله كانت في حالة مش كويسة اللعبة مكتش مركزة خطفوا جول كما كناش موفقين في الهدف اللي احنا ضيعناها والفرص اللي احنا ضيعناها كسبوا المطش واحد سفر فهم الدولة يعني الأول مجموعة عندنا مطش بكرة بإذن الله أن احنا إن شاء الله نكسب ونوري الفريق سمت نزال أن احنا أبطال أفريقيا وأن احنا كنا جادرين بأن احنا نلعب في كاس العالم الأندية وأن احنا اسم كبير جدا في أفريقيا فبالتالي مطش بكرة إن شاء الله أنا متأكد إن شاء الله اللعيبة هتبقى مركزة اللعيبة هيبقى عندها حافز كبير جدا أن أنا هكسب وناخد بقى الجزء التاني اللي هو مش الأولوية إن أنا أكون أول مجموعة عشان أخد بطولة أفريقيا إن دي مجموعة وفيه مطشات نهائية وفيه أدوار أنت بتعدي كلهم تعدي دور بتوصل للفاينل والهدف الكبير اللي أنت بتحقق عليه أو الناد الأهلي عايزه ومش إن أنا أطلع أول مجموعة أو أكسب مطش لأن النادي آلي دايما بيلعب على الهدف الكبير وهو بطولة أفريقيا إن شاء الله عشان تبقى للمرة عشرة في تاريخنا بإذن الله فبالتالي يعني مش هنبص لدي هنبص الهدف الأكبر إن إحنا ناخد أفريقيا وبكرة إن شاء الله مطش سلاسة نقاط زي ما بيقولوا وبإذن الله حتى كده كده أول سنبق كده كده أول مجموعة وهنلعب بكرة بإذن الله باسم النادي الأهلي وبسقط النادي الأهلي وبالروح بتاعت النادي الأهلي عشان نقدم مباراة كويسة تليق باسم النادي وإن شاء الله نسمة تلاقش من أي حاجة وإن شاء الله فيه هدف تاني اللي هو البطولة أفريقيا ده الأهم بإذن الله